كما قلنا ترجعها في ملاحظة مئاتي بيخذ عليهم ملاحظة انه من ضمن هالمنظومة والارتكابات وكل ما شابه بس ما بيوصل يعمل مشكل يعني بدم كما رؤولي بزق زق بيناتهم بالمعنى يعني منه مضطر يعني نجيب مئاتي منه مضطر يعمل مشكل مع فريق ما اعتبر انه الصلاحيات رئيسة الجنهورية هي على عطاء انه هي عصال بطلك لازم يحيموا عليها طب تكيف البلد اليوم ابعد من صلاحياتي نجيب مئاتي يعني انا عندي ما اخذها له بكثير امور صارت وهم سؤل عنها يعني بس بالشخص وغير الشخص بس انه هاي ما رح يعملها يعني ما رح يدعي لشخص ما رح يستخز المسيحيين واصلا المسيحيين مش مقتنعين انه اليوم بدألي شغلي شهدى 13 شهدين انه قبل ما ماتوا قلولوا لمشي العون او اللي تركهم انه هاي امانة او المعتقالين هاي امانة انتبع على الصلاحيات او الناس اللي هاجروا او الناس اللي ما الصلاحيات هي كلمة تمثلية على المسيحيين يعني مين وكر جبران بسيل او مش العون بالصلاحيات البلد اليوم لا لا المسيحي المسيحي البلد يعني اليوم الناس بدأ سيادة يكون فيه استقرار بدأ انتعاش اقتصادي اليوم عاملين ارضية الصلاحيات لانه معتبرين انه فريق المسيحي اللي هو غنم بيلعبوله بمشاعره بيطلع بيظهروا انه قصص صلاحيات اوكي بس بده ستور اليوم شو بدي هلا شو بغير نجيب مئات ازاق الصلاحيات انا عام بس انا بده ستور اليوم هل يحق لرئيس الحكومة التصييف العمل نجيب مئات بهيد الحكومة انه يدعى لجلسات مجلسة وزراء هو مراحيدة هو ايه مراحيدة لش انا بدي ارجع انا مني مرجع يعني هو يعترف انه لا صلاحية له بذلك بس فيه يكمل يدير البلد بحد ادنى من تسير الامور بدون الاستفزاز بدون ما يفتح بيه مازبوط و هذا ما اصلا ما شاء الله جورج عدوان مبارح ايلا جورج عدوان كمان ما فيهم هن يعطوا نقاط انه هن مسيحي اكتر من غيرهم جورج عدوان ايلا مبارح انه بالحدد ادنى لتسير الاعمال لحتمارس الحكومة دوره بدون يروقوا شوية بمعنى ما ياخدوا مسيحيين على مواجهة كل من مسيحي حسسوا انه بضعوا ضعيف كل ما هاجر بالحرب هجروا هلأ عم بهجروا بس هلأ وين ياخدين على مواجهة يعني هلأ هنه صرح يعملوا بالمحل المقبلة بس هلأ صرح يعملوا قصدي يعني هلأ مواجهة الصلاحية عمل مجلس النواب هذه الجلسة وقر انه فيه كفة تسير العمل شو المواجهة اللي بدون يعملوها مواجهة هي عملية استنهاد الشارع الدايم انه ما فيه قضار يحكوا ما فيه نقوله نزلنا من عند العهد العهد انه خسران مدمر البلد في البلد خربين عدغري حطولهم قضية تانية وهذا مشانعون شاطر فيها فنان وزكي حطلهم هلأ قضية تانية اسمها الصلاحية اليوم حكي مع حدا حكي مع حدا بيقلك الصلاحية شو ما وقف بكركي بكركي ما اخد ضمانة انه ما بيصير في خرع اخد ضمانة من ناجيب نياطي بان لا يدعو الى جلسات مجلس النواب ما بيدعي ما بيدعي الى جلسات الا بالحالات الطارقة بالواقع هلأ عزبنا ليش رفضت بكركي دعوة الرئيس بالرئي للحوار بكركي غير القوة السياسية يعني بكركي دائما بتقول فيه مؤسسات فيه دستور وقع الدستور انتخل مرسوا حقكم بهذا الواقع وهذا رجبكم مش حقكم القوة السياسية اذا رفضت حقها تقول اي او لا يعني عرف مش حقها بس كمان يسجل عليه انه شارك يتقبل وهني بيعطل هل فيهم نجيبوا رئيس بدون تسوية انا عم بقوله من باب انه مش روحوا تفقوا يعني عملوا تسوية بس انه نبيه بريدعوة للحوار مش غلط انه اي احسن دون ما ترسين على بعضهم بمعنى انه يقعدوا ويقولوا هلأ يعني كيف لازم يسير انا انا بشوفها هيك كمرائب ايه لحق اعترائي يعني عملوا كزا مرة مفاوضات فينوا يقولوا انا كتير سلبي بكلامي فينا نقول بالالفين وخمسة كنا عم نحكي وقالنا السيد ما فيه ما رح يسير حرب بعد شوية صارت اثناش تموز بس انا عم قول انه طاولة الحوار بيعملنا بيهبرة مطلوب ان كنا بيهبرة او حدا غيره مطلوب بيعدوا اليوم او ينته تيجي حدا ممبرأ او يجي حدا ممبرأ او يجي حدا ممبرأ ما فيه مجلس النواب يتحارب ومجلس النواب ما رح يستطيع أن ي έχيهر الرئيس طيب كم ممكن اطولة الحوار شو بضي يصير يعني شي مختلف لحتى يقدير يجيب الرئيس شو بضي يصير كين بطاولة الحوار عم تقول حضرتك مجلس النواب ما بيقدر يجيب رئيس ممكن مطوعة الحوار مغني نفسه بتهدد الأجواء يعني اليوم أنا عمود بتهدد الأجواء تصالح العالم اليوم شفنا الوضع رائق شوي والتديك هلاني اليوم كنا قبل يعني الساعة يهجموا على سهل العبود ساعة يهجموا على فلان يعني فيه ناس كان ما هوني بدي أعطي يعني فيه ناس كان أنه عاملين أرباك بالدولة اليوم الحالي اليوم فيه هدوء فيه استقرار اليوم ما حدا شعر أنه غياب الرئيس بالبلد أنه ما فاته غريف الخفزة على بيته من بعد الحياة مستمرة لأنه ما تأسس شيء هلأ بدنا نشوف أنه وقديش إذا بدك الأزمات رح تطويلها تباعا لأنه نحن فاتين بفراغ كبير والفراغ حكما كلفته عالي وهلأ في عنا استحاقات مقبلة يعني من عم يعمل الفراغ؟ شو من عم يعمل الفراغ؟ فيه فريق سياسي قيم أنا عم يجي على الانتخابات متباين هو فريق آخر بس عم يحضر يعني التغييريين مع كل تبايناتهم اخدين قرار يعني هلأ جبران بيستيروح ينتخب سمين فرنجيه يعني يعني عم تقول حضرتك عم بتعاير هذا الفريق أنه هو اللي عم بيأخر انتخابات رأسي جمهوري أولا لازم يعني هنه هذا الفريق يروحي مرئي يتاقي يعني مرئي تدوره طبيعي أكيد يروحي يقول أنا هدا بدي أنا هدا شخص بدي أهلا بيثبت ما بتثبت الجلس الأول الثاني مش معيار النقطة أنه ما فيهون يعني هنه ميزة يعني النظام لأنه فيه انتخابات رأسيه يروحي تاجنوه يمكن ما رح تزبط بس إنه ما فيهون يقولوا ما بدلا نعمل شي تب جبران بيستير ما بحط حدا وفرنجيه ما بحط حدا والحزب قاله ما بحط حدا